لقد أصار نقطة ألفة في الوقت المسلسة العصور وإن قضية بالغة الدقة وهي أن لا يوجد تكوين قانوني منفصل عن التكوين المهني في كليات الطب توجد مرحلة تسمى المرحلة الإكلينيكية فلا توجد كلية الطب بدون مستشفى يتضرب فيها الطلبة على مذاولة مهنة الطب حتى أن نقيب الأطباء الأستاذ حمد السيد رفع قضية على جامعة خاصة لأنها ليست فيها مستشفى وقضت المحكمة الإدارية العليا بالوجوب أن تكون هناك مستشفى يكون هناك مستشفى تعليمي في كل قلية الطب وتأكد بذلك قضائيا أن المرحلة الإكلينيكية أي التطبيقية في كلية الطب تتطلب وجود ممارسة للطلاب على هذه المرحلة وأذكر أيضا أنه قديما لم يكن قانون المحامة يسمح لأساتذة كليات الحقوق بالقيد كمحامين يمارسون مهنة المحامة إلى أن تقرر ذلك في 75 أو 76 لا أذكر على وجه الدقة وكان من أذباب ذلك وأشعر بذلك أن الأستاذ لا يكون أستاذا لمجرد أن يقرأ وأن يجيد الفقه بل يابد أن يجيد التطبيق وأن يشاهده وبالتالي فإن التطبيق العملي مرحلة لازمة للتكوين القانوني إذا كان مرحلة لازمة للأستاذية فمن باب أولى للمرحلة الأولى وهذه القضية طالما أن النقيب عضل في للمة القطاع فإنه مسؤول أن يبحث هذه المثألة هل تضاعف سنين الدراسة في كليات الحقوق حتى تستوعب المرحلة التطبيقية وعندئذ تثور مشكلة هل لا داعي لمعاهد المحاماة في هذه الحالة أم لا لأن معاهد المحاماة هي التي تكفل الإيجادة التطبيقية وهنا تثور مشكلة أيضا عن المواد الواجب دراستها في المرحلة الإكلينيكية أي التطبيقية أو المهنية إننا نطالب وقد أثير ذلك في مدرس كلية الحقوق الذي أتشرب عضويته بوجود لابد من وجود مادة المنطق ومادة علم النفس ومادة الخطابة وإلى غير ذلك من مواد تعين الممارس على ممارسة عمله إنها قضية تستحق الانتباه ويمكن أن ننشغل بها ونبحثها ليس لي رأي ثابق ولا مسبق وإنما هي جديرة بالبحث وجديرة بالتأمل لقد سعدت بكافة المشكلات والقضايا والمبادئ الهام التي ركزت ركز عليها في من الثادى المتحدثين الليلة وإني أشاطرهم الرأي في أنه لابد من مواصلة الحديث في هذا الموضوع الهام فإنه لا توجد أهمية أكثر من أهمية الحماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة وشكرا جزيلا شكرا جزيلا